بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا بنقعد مع جلساء كتير بس فيك جليس بيبقى تقيد شوية وبيبقى رزيل وفيه جليس زي ما حدث النبي اخبرنا بيبقى الجليس ده يتعامل زي صاحب المسك بيبقى ريحته حلوة وكمان يخلى حياتنا مليانة بالعطور جليس بتاع النهاردة من النوع الاولان جليس شوية ممكن يضايقنا جليس النهاردة بيخلي الانسان في وضع يحس ان هو مشتت وبيخليه يتعامل مع نفسه ومع كل اللي حواليه بطريقة ما تتنسبش خالص مع الادوار اللي ربنا خلقهم علشانها ولا حتى اللي ربنا اقامهم في الحياة دي علشانها جليس بيخلي اركان الحياة عند الانسان تتدخل بعشوائية شديدة جدا جدا جليس يخلي الانسان حاسس ان هو من غير ما يقصد بيهين اللي حواليه مش بس بيهين اللي حواليه جليس كمان ممكن يخلي اللي حواليه يحسوا بان هم مش عايزين يجلسوا الشخص ده لانه قاعد مع جليس اسمه العايش بنفسية الموظف او المدير يعني الشخص اللي بيعيش في البيت زي ما بيعيش في الغيط اللي بيعيش في البيت زي ما بيعيش في الشغل ناس كتير من كتر تشبعهم بادوارهم في الشغل بيعيشوا حياتهم بشكل برا دايرة الشغل على انه برضو على انهم برضو موظفين ومديرين ساعاتي يجي تقولي الزوجة لزوجها على فكرة انا مش شغالة عندك على فكرة انت مش مديري ناقص يقول لها انت بتكلمي كده انا اخصم لك يومين وهو صحيح ساعات بيخصم لها يومين يخصم لها يومين بان هو يخصمها يخصم لها يومين بان هو يمنعها مثلا من العاقة الخاصة او يضايقها بمخصمة لمدة شهر ولا حاجة عقوبة على ان هي تجاوزت في حق مديرها وكأنهم بيستصحابوا الناس دي نفسية الدور اللي هما بيقوموا بيه وبيعيشوا بيه في العمل في علاقتهم وفي حياتهم فيحصل خلل بين جدا جدا في الحياة حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث بديع بديع في معاني جتيرة جدا جدا عن اتكلم عنها حضرت النبي قال ان لربك عليك حق وان لنفسك عليك حق وان لأهلك عليك حق فاعطي لكل ذي حق حق وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا شوية امور تتعلق بفنون ادارة او العيش في ادوار الحياة فبيعلمنا ازاي نطقن الادوار المختلفة ونمارس الادوار المختلفة وما يغلبش على طبعنا دور بعينه ويحصل لنا خلل في باقي الادوار فيختل ميزان الحياة وبيعلمنا حاجة كمان ان كل دور لابد يتعمل في مكانه وان لابد من الفصل ما بين الادوار ولابد نعرف ان احنا مش في كل حتة بنتعامل بنفس الطريقة في ناس اللي بيحصل وظيفتهم بتمتد لغاية ما توصل لغاية البيت يعني لو هو مهندس مثلا تعالوا نشوف بقى ودي اكتر حاجة بتجيلي الشكاوة منها في مركز الاشتاد الزواجي بيتعامل مع اهله على انهم الات ما عندوش مشاعر انا مش بقول كل المهندسين بيعملوا كده لكن في مهندس هو بيتعامل وخاصة بقى اقول لكم شكوى مشهورة او الناس بتقول اي تي قلهم بيتعامل معهم على ان فيه سيستم فيه نظام فكل حية تتحط في مكانها وكل حية تتعامل بمكانها وكل حية في ايه اللي حاصل فينزعج جدا 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 ان الزوجة ما نفزتش الاوامر كأن فيه خلل في السيستم طيب لو الزوجة بقى دكتورة بقى في الجامعة فبتتعامل مع زوجة او اولادها وكأنهم طلبة عندها فهي منتظرة منهم انهم يتعاملوا معها بايه بتبجيلش زيادة وما يقول لهاش غير يا دكتورة ويتعاملوا معها زي الطلبة اللي بتعاملوا معها في الجامعة ولو حد يتعامل معها بطريقة تانية تنزعج جدا 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 ونقص تقول له ايه طب انت ما عقسم لك اعمال السنة واضح كده ان بيحصل كده بيقول لدرجة ان الزوجة يقول لها على فكرة احنا مش طلبة عندك في الجامعة انت المفروض تكلمين المفروض تسمعين المفروض ان احنا عايشين مع بعض احنا مش طلبة عندك في الجامعة وفيه ناس بتعيش بقى في نفسية الموظف دولار دولار للوزازق او بقى طول الوقت فمسلا مثلا هو في البيت بيتعامل ازاي بتعامل مع زوجته اولاده بطريقة ايه ما تكلمونيش كتير قولوا لي انتوا عايزين ايه على طول كده ايه يا استاذ انت عايز ايه ايه الخدمة اللي انت عايز نعملها لك فهي بتعامل كده وكانوا عايز يقول لهم ايه قولوا لي المهمة او التسك اللي انتوا عايزين نعمله باختصار و بوضوح من غير بقى حوارات ومن غير كلام كتير ومن غير تعالى بقى نتعاود زي ما هو تعاود في الشغل عشان ايه عشان هو عايز يعمل التسك من غير ايه مسألة وينسى دوره في البيت ينسى دوره كزوج وينسى دوره كأب ويخل وما يبقاش عنده سعة انه هو يسمع لا زوجته ولا لأولاده لكن هو عنده حاجة واحدة بس انا عايز اخلص مسئوليتي فلما يجوا يكلموا يقول لهم انا مش عملت لكم اللي انتوا عايزينه يعني بيقول لهم ايه خلاص التسك اللي انتوا كنتوا طلبينه خلاص بس احنا عايزين اكتبقى معنا من عملت لكم اللي انتوا عايزينه واوقات كتيرة لما بيطوروا معاه في الكلام ايه اللي يحصل ومسلا ويفتقدوه عايزين يعودوا معاه يقول لهم خلاص انا عملت لكم اللي انتوا عايزينه وبعد كده يشتك ان هو بتعامل معاك انه اي تي ام ووقت نفسية الموظف تظهر بقى في ايه لما الواحد يعيش بقى مع احبابه بالطريقة انا قمت بالمهمة اللي عندي انا قمت بالمهمة اللي هالي هي بقى هتكفوني بايه هو عايز بقى العلاوة عايز المكافئات بس البيت بيتبني على الفضل فهو نسي انه في البيت بيتبني على الفضل فهو كانه بيقول لهم انا خلاص عملت لكم شغلي وخلصت الشغل في معاده فانا عايز بقى منتظر بقى انه يجي لي مرتب او تجي لي مكافئة تنزل لي مكافئة بقى فهو عايز تنزل لي مكافئة فين على طول بس ده على فكرة مش مقتضى معنى المحبة ولا الرعاية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في قلبك زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم رعين وكلكم مسؤونوا على رعياته لاي الرعاية اللي فيها اكرام واحتواء وعطاء من باب المحبة بدون انتظار مقابل وهو ده مقتضى الفضل وهو ده مقتضى المواد والرحمة وفي ناس كمان بتعيش بنفسية الموظف في المعاملة هو تعود على نفسية الموظف فمن شايد يسيطر عليها ضربت بقى في كل حياته ضربت في كل المجالات السابعة اللي احنا كنا نتكلمنا عنها في رمضان حتى لدرجة ان هي ضربت في حياته مع ربنا فبيتعامل مع ربنا بطريقة الموظف يتعامل مع ربنا على ان ربنا هو المدير انا قاسف اللي بقول كده بس ده اللي حصل وكانه بيقول له يا رب انا عملت العبادات اللي عليها ومنتظر ايه بقى منتظر اللي هتدهوني بقى او منتظر ان انت تديني بقى العلاوة اللي انت كنت أعدني بيها اللي هي ايه العلاوة تستجيب لي دعائي وينسى خالص ان هو عبد عبد اللي لا مش موظف وقاوقات يتعامل مع ربنا ان هو بيرقبه زي ما مدير بتاعه بيرقبه واعمل له خصم مش ان ربنا سبحانه وتعالى بيرعاه ومرقبته دي مش مرقبة ان الله سبحانه وتعالى عايز يعرف اسراره لان ربنا يعلم السر واخفة ربنا مش بيرقبك ربنا بيرعاك وعشان هو لو كان بيرقبك بقى هو في حياة ما يعرفهش لقى هو يعلم كل شيء يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وعشان كده القافة دي قافة شنيعة ممكن تضمر حيات انسان وفيه ناس لو كانوا مديرين في عمالهم مثلا يفضلوا عايشين بقى دور المدير في كل اجزاء حياته يعني لو هي مثلا مديرة في شغلها تستصحب ان هي دور المديرة بقى في البيت فلما تتعامل مع زوجها وبتتعامل معها مع زوجها واولادها تتعامل بطريقة الاوامر فزوجها يحس ان هو مش بطلة ويحس ان هو مش مالي عنها ويحس ان هو مهان لانه بيحس ان هي بتقلل منه او لو كان نمطها مثلا في الادارة نمط المدير الايه المنقص بقى اللي بيتدخل فورا عشان يحل يعني المشكلة بتواجه الموظفين من غير ما يديهم الفرصة ان هم يواجهوا المشكلة ويفكروا في حلول ليها فيتعامل مثلا مع اصدقائها على انه مدير المنقص فلو هي حكلها عن مشكلة ليهم تجري تحلها عنهم مع انهم على فكرة في بعض الاحيان ما كانوش محتاجين منها حل ما يحتاج ان يومها يسمعوها بس فتعمل الكلام ده مع صديقاتها تعمل الكلام ده مع زوجها يبص زوجها يقول لها يجي تقول له ايه انا خلاص حلت الموضوع حلت الموضوع ايه احنا مش مفروض نقعد مع بعض ونتكلم ونتفق على الم انا يقولوا خلاص خلاص انت زعلان انا عملتلك اللي انت عايزه احنا خلاصنا الموضوع خلاص وبعد اجيان تيجي تشتكل ايه ايه انه زوجها زعلان من ايه عشان شلت عنه لا انت مشلتش عنه انت لغيته انت عشان مدير وبتاخد قدار فروح تواخد القرار في البيت ولغيته انا جبت الكلام دوت وخلاص وعن سدته بالطريقة الفلانية وعن اعمله بالطريقة الفلانية وخلاص وعليه النواة يعمل ايه يستجيب لهذا التنفيذ او لو كان نمط وهو مثلا في الادارة نمط المدير العصبي انا بكلمكم عن اللي بيحصل في البيت بالحرف بكلمكم عن اللي بيتخنقوا الناس علشانه بكلمكم على الجليس اللي كابس على نفسنا ولازم نخرجه من بيوتنا لانه قاعد معانا وبيخرب البيت او بيخرب الغيط او بيخرب العلاقات ده هو بقى نمط المدير العصب المتصلط بقى فيتعصب على كل اللي حواليه ما تخلينيش يتنرفز عليك فيتفهم ما تخلينيش يتنرفز عليك ليه احنا قاعدين في البيت تتنرفز عليه ليه فيه ما تبقاش فاهمة وبيقولها كده ليه يعني انا ما فيش ما فيش تجاهك شيء يخليك تسمحلك ان انت تتعصب عليها انت جوزي فتتعصب عليها ليه والأولاد يقولوا على فكرة انت بابا المفروض انت تبقى حنين علينا فتتعصب علينا ليه عشان انتوا ما بتنفزوش اللي انا بقوله نفزوش اللي بيقوله ايه طب ما احنا عايشين مع بعض فاحنا لازم نقعد مع بعض ونتكلم فصوته يبقى عالي طول الوقت ويتعامل بتسلط في البيت فهو بيعتبر ان الكلمة بتاعته ده امر تكليف وكل واحد فيه يكون لازم يعرف دوره ايه حتى لو كلمته دي هتدوره بالبيت اوه لازم ايه اللي حصل الكلمة بتاعته تنفز زي ما هو قاله بالزبط ويتعامل بتطريقة هو انتوا مش هتشوف شغلكم واتنقشوا معايا احنا ما عندنا شواء احنا عندنا تسك لازم نخلصه عندنا مشروعات لازم نسلمها ففكرة بقى تدخل الاطوار وتقمص الشخصيات ده وان الواحد يعيش بدوره واحد بس في حياته كلها شيء مرير ودي انا بسميها جزء بقى من من جملة السيولات اللي عندنا في حاجة يسمعها السيولة الحقيقية سيولة من جملة السيولات اللي احنا بنعيش عشان احنا عايشين حياة السيولة فالسيولة دي تخليك ايه اللي حصل ما قافل كل ابواب النعمة عليك وعلى اللي حواليك وتخليك مش قادر تشوف وتعيش النعمة اللي ربنا سبحانه تعالى مخزنها لك في البيت وفي كل يكون من اركان حياتك فلما تفقد دور الزوج اللي هو الساعي الحامي الراعي الحمال الغيور القائد بحكمة اللي دايما انا بتكلم معكم عنها وتستبدل الدور ده بدور المدير المتصلت ما تدقش نعمة الزوجة المتفهمة الممتنة المحترمة لخصوصيتك الواثقة فيك اللي بتعبرلك عن حبها المتقبلة لقيادتك والداعمة ليك والعكس صحيح ولما تعيش بقى بدور المديرة بقى الرقيبة مش بدور الأم الرعية تفتقد احساس احساسها بأولادها بالحنية فلازم تعمل ايه تستخدم الحزمة في طول الوقت عشان نيفزه أمام وتفقد صحبتهم وتفقد حنيتهم وتفقد كمان قربهم منها وتفقد حضنهم ويفقدوا هم حضنها عشان كده لازم كل واحد فينا في قاعدة كده يخلع رداء وظيفته على باب بيته سواء كان موظف أو كان مدير على باب شائته وكل أبواب حياته يخلع الكلام ده مع تلمزيته شوف يخلع الكلام ده مع أصدقاء يخلع الكلام ده مع كل الناس شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع الصحابة فإيه اللي يحصل واحد قال لنا عدبح الشاه واحد قال لنا أسلخة واحد قال لنا عطع الطام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا ايه أجمع الحطر عشان كده لما اختلف صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة إيه اللي حصل طلب منها أنها تختار اللي يحكم بنا فما تعملش حضرة النبي معها أبدا على أنه حضرة النبي هو ما تعملش معها لأنه حضرة النبي فقط لكن تعامل معها بدور النبي الزوج المعلم فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نفس المبين الأدوار وأن شكل من أشكال إتقانك للحياة وإتقانك لما أقامك الله فيه أن أنت تتقن الفصل ما بين الأدوار فلما تبقى مدير تكون مدير بحق في العمل وزوج بحق في البيت وأب بحق الأولاد حنية بقى ودلعة ولطافة وجمال ودن وصدر واسع وكل الكلام ده كثير من الأولاد بيستغربوا أباهم لما يكونوا هم مش فاهمين الحكاة دي لما يشوفوهم في الشغل ويشوفوهم بالبيت شوف أبويا حنين أوى 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 بس ما شاء الله منجز جدا في عمله يحسوا كده أن فيه حاجة سمعتزان فيه ناس بقى كيف هتقولك أنا لازم أبقى حاجة واحدة ملأ لازم تقوم بأدوارك ولازم الأدوار نفسها لها مهارات مهارات مختلفة على فكه مهاراتك في البيت غير مهاراتك في الغيط مهاراتك مع أولادك غير مهاراتك كمان في الشغل فكرة أنت تستخدم مهارة التفاوض فكل فيه ناس مضحكين جدا شغلته بيشتغل في التفاوض فيه اللي حاصل فكل حاجة بيفوض عليها تيجي زوجته تقوله عايزين نشتري حاجة يقول لها هتجيب يا بكام فيفضل يفاوض معها فتقوله انزل اشتريها أنت بقى يعني هو بيفوض معها ليه ده هي مش هي الباقع ده هي زوجته فيفضل يفاوض معها يفاوض معها نجيب نجيب طقم لا نجيب نص نجيب كرسيين نجيب معرفش يفضل يفاوض معها ليه هتبتفاوض معها لأنه هو متعود أنه يفاوض في أي حاجة فمع زوجته لا أنت مع زوجتك أنت عايز تحميها ترعاها عايز تسعيدها تريحها فأنت في البيت بتريح في الغير بتفاوض عشان تقلل التكاليفة إنما في البيت بتريح أه صحيح ممكن تقلل تخيل السنة اللي بقول لكم عليها دي إنه هو في البيت برضو في كتير من يوم كل هم ويقولون أقل التكاليفة مع أن تقليل التكاليفة ده الزوج تقول أنا عارف أنه هو حنين بس ليه كده حس كأنه بخيل ويتيجي تعطي تردد أهو بخيل والله حريص مش عارف لأنه هو مش عارف يفصل ما بين اللي هو بيعمله في الشغل وبيعمله في البيت وعشان كده ستنا عائشة لما بتحكي عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث معه شوف كده الكلام ويتحدث معنا كلام كده لطافة وجمال لدرجة أن السيدة عائشة تقولي إيه لم يفايق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة إلا وهو بين صدري ونحري آدينا وكتير تتكلم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام في حجرها حتى حضرت النبي يقول إيه حتى حضرت النبي يقول إيه لا يتحدثوني عن عائشة فما كان الوحي ينزل علي إلا وأنا في حجرها فالسيدة عائشة بتقول كنا نكلمه ويكلمنا حتى إذا أقيمت الصلاة لما تقام الصلاة بقى إيه قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ليه خلاص هو دلوقتي خارج للصلاة فلا خلاص قلبه تملأ خشوع ورايح يقاب المولاه وكمان بيقود الناس كلها إلى رب العالمين آه ده حاجة تانية خالص وعشان كده تعالوا نعمل شوية حاجات كده تخلينا أقرب إلى هذا إلى ترك نفسية الموظف وترك نفسية المدير تعالوا نقفش نفسينا وإحنا منتعامل بنفسية المدير أو الموظف نقفش نفسينا نقبض على نفسينا وإحنا بنعمل الكلام ده وخاصة في حياتنا الأسرية فنشوف نفسنا ونمسك نفسينا نرصدها وإحنا بنتعامل disclaimer إزاي بهذه النفسية في حياتنا الأسرية فلما نقبض عليه نعمل إيه بقى نترك الكلام ده قد إيه بتتعامل بنفسية دورك في العمل في حياتك الأسرية مع الناس فلما تقفش نفسك بتعمل الكلام ده إيه اللي حاصل؟ توقف تاني حاجة كل ما تلاقي نفسك في موقف بتتعامل بنفسية الموظفة أو نفسية المدير استبدل ده فوراً بسلوك يتناسب مع الدور اللي أنت بتأديه في بيتك فلو لقيت نفسك مثلاً بتتعامل بالشخص الحازم القاسي اتعامل بإيه؟ بالمنصد اسمع وكمان خلي أولادك يشاركوك وعلى طول أخرج من الدور ده واستبدله بسلوك يتناسب مع أولادك يتناسب معك كأب يتناسب مع زوجتك كراعي ليها تالت حاجة وده شيء مهم جداً دايما نازع يا ربنا إنه يعلمك إزاي تعيش الحياة وإزاي تكون عبد متقدم مع مولاك تنزل حيث أنزلك مولاك وأقامك الحاجة الرابعة والمهمة لازم نتعلم كل دور من الأدوار محتاج تعليم عارف أقول لكم حاجة ليه ساعات بنسحب دورنا في الشغل على دورنا في البيت عشان دوت زي ما بيقولوا ده لكم فارتزون منطقة الأمان إحنا شطرين في الشغل فعايزين نبقى شطرين في البيت فبنعمل اللي إحنا شطرين فيه في البيت بس ده ينفع؟ لأ ما ينفعش اللي ينفع نعمل إيه؟ نروح نتعلم نتعلم مهارات الحياة مهارات الحياة في البيت غير مهارات الحياة في الغيط لازم نتعلم إزاي نبقى أباء لازم نتعلم إزاي نبقى أزواج وكل مرحلة من مراحل حياتنا بنحتاج لتدريب ونحتاج لتعليم لو عملنا ده هنفضل يرفع الله الذين أمانوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كل من نتعلم ربنا يرفع عنا ويرفعنا ونرى تدبير الله لنا يا رب وفقنا ونسعدنا إن احنا دايما نكون في ترقي وتكون حياتنا في أمان في سلام نكون في حماك وحمى أنوارك الجلية عندما نتعلم كيف نكون على أخلاق سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم ونقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بن نامج ولا تعسروا ونجيب عليها ونجيب عليها كل حب كل سعادة ولكن بعد الفاصل رجعنا لكم ومعنا صفحاتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا ونتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نتكلم معكم فيها ونجيب عليها وكمان نطرح كل اللي فيها من محبة وكل ما فيها من احتياج لمدد ربنا سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف أول سؤال عندنا بيقول إيه اللي وصلنا من حضراتكم السؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال جوزي كان بيتخانق معايا وكان صعب جد جامد جدا يعني وكانه كان عصبي جدا في الوقت ده وقال لي أنت طالق لما هدي قال ده كان في وقت كان وقت عصبية أعمل إيه والحل إيه وأنا عندي أولاد السؤال ده مهم جدا جدا وأنا أكلم أهميته لثلاث أسباب السبب الأولاني أهمية السؤال ده لأنه هو سؤال متكرر ومعنى أنه هو متكرر يعني إيه الناس محتاجين شوية معرفة في هذا السؤال الناس بتفتكر لما نقول لهم أن سؤال الطلاق مش عن جاوب لي للستات هذا تمييز ضد السيتات والستة بتقول ده أنا عندي المشكلة أنا اللي عايز أعرف هو أنا عايشة في حلال والحرام هو مش ههمه الموضوع ده أصلا أنا اللي عندي المشكلة ولذلك بنقول آه صح أنت عندك مشكلة بس المشكلة دي مش أنت اللي متسببة فيها مشكلة دي اللي تسبب فيها زوج حضرتك فلازم هو اللي يحلها لازم مصدر الحل يكون منه هو مين اللي تلفز بلفز الطلاق هو فلازم مين اللي يتسئل عن عن ألفز الطلاق هو يبقى هو مين الطلاق عندنا بيحدث بإرادة منفردة بإرادته هو طب بيحدث بإرادة منفردة ليه ليه ده رحمة بالمرأة أنه هو باعتباره راعي للبيت ومسؤول عن البيت لازم قرار الانفصال وقرار البقاء يكون هو مسؤول عنه كتير من الستات ما بتبقىش واخدى بالها وهي بتقول أن ليه الطلاق بيكون بإيد الراجل الطلاق بيكون بإيد الراجل لأنه راعي للبيت مسؤول عن البيت فلذلك هو اللي بيتلفز بلفز الطلاق فهي بتقول لي طيب إذا كان هو مش قادر يحافظ على البيت وهو أرعن وهو مش كويس وهو بيتعصب كويس مع عشان كده ربنا جعل فيه حي يسمع الفتوة ودي مسألة التانية بقى يبقى المسألة الأولينية إيه إن الطلاق ده ربنا جعله مش تكريم الرجل ولكن مسؤولية للرجل مسؤولية ليه لأن الرجل ده لازم يحافظ على البيت ده فجزء إن الطلاق يبقى بلافظ الرجل مش بلافظهم هما الاتنين زي الجواز الناس طبعا بتفكر بتقول ليه الطلاق ما يكونش زي الجواز هو يقول لي أنا طلقتك وأنا أقول قبلت لأن ده جزء فيه توزيع لمسؤوليات مسؤولية الحفاظ على الأسرة وعشان كده هو بينفق مسؤولية رجال مسؤولية الرجل فهو لازم يحافظ على الأسرة طيب كون بقى فيه رجالة عندهم خلل في استخدام الطلاق وده كان فكرة قديمة من عهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده قديمة لدرجة إن سيدنا عمر كان الناس بتطلق ثلاثة فجعل الثلاثة تقع واحدة على التفسير الصحيح اللي احنا بنتبناه ليه؟ قال هؤلاء قوم استعجلوا أمراً فيه كان لهم فيه أنا يعني ربنا مدينهم ساعة مرة واثنين وثلاثة فإن اللي حاصل فهو بيستعجل فبيخليها ثلاثة بواحد فبيقول لك هؤلاء قوم استعجلوا أمراً كان لهم فيه أنا يعني كان لهم فيه سحة وفيها تأني فجعل الطلاق الثلاثة تقع واحدة إذن المعنى ده والحكاية دي بتحصل من زمان طب ما نخليه نجدد في التشريع ونخير لا مسألة مش كده خالص مسألة ما تجيش أنتوا بتتكلم عن الشريعة بدل ما تعلم الناس وتأهل الناس وتوعي الناس ما تعملش خلل في بناء الشريعة خلل في الأدوار في المسؤولية الزواجية إحنا لما عملنا خلل بس وخلينا الست تشتغل وظائف الرجل والمرأة في التربية الست استهلكت إنت عارف إن انت لو خليت مسألة الطلاق ده بيهي دي لتنين شوف كده لما الستات توسعت مثلاً في الخلع حصل إيه كتاب الستات بتتندب إذن كل حاجة لازم تكون بإيه كل واحد يقوم بمسؤوليته فالرجل مسؤوليته إن هو يكون مسؤول على إن إيه إن إيه 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 طب لو حصل ضرر بقى بتبقى عندنا وسائل تانية بقى إطلاق للضرر والخلع والحاجات اللي زي دي الحاجات التانية بقى عشان المسألة كده والرجل يكون غضبان أو مش غضبان بقى في حاجة يسمع الفتوى في مسائل إطلاق مسائل إطلاق كلها إن واحد إطلاق حد محدش يروح فقرة من الكتاب مسائل إطلاق في حاجة تتعلق بالفتوى في فرق إن أنت تتعلم المسألة دي في الكتاب الفقه وتتعلمه وتبقى خارج حتى لو إن خارج كلها من كلية الأزهر ده ما يعنيش إن أنت هتقدر تفتي في الطلاق عشان تفتي في الطلاق محتاج تأهيل جديد ليه؟ لأن أنت لازم تتحقق والتحقق في مسائل الطلاق أمر مختلف وفي مسائل معقدة في الطلاق زي فقد الإدراك وفقد الإملاك وكل الكلام ده محتاج لتحقيقات التحقيقات دي كلها تحقيقات مهنية فنية وعشان كده أكتر حاجة بتبقى مهم إن احنا نكون حارسين فيها والراعي ربنا فيها وإحنا بنتكلم في الطلاق وإحنا بنتكلم في الفاتوى هي مسألة الطلاق لزيك أنا محبش إن الناس تتكلم في الطلاق كده مباشرة على الهواء لأن المسألة محتاجة إيه؟ محتاجة شوية تحقيقات بحاجات ممكن ما تنفعش إن احنا نسأل فيها على الهواء أو الهواء ما يستسعى لهاش يبقى تاني حاجة إن الطلاق محتاج فتوى والفتوى تكون لي مين؟ الفتوى بالزبط زي العلاج لازم تتحط المين لصاحب المرض مين صاحب المسؤولية؟ الزوج يبقى الفتوى لازم تروح لمن؟ في الطلاق لتكون روح للزوج فلازم الزوج هو اللي يسأل الحياة التالتة بقى أرجوكي في الطلاق هو ده الحياة المحور التالت أرجوكي في الطلاق ما تروحيش تسألي أي حد خالص التسل بمئة وسبعة ويسأليه عن ما مش يسأليه خلي جوزك يسأل لأن الزوج هو المسؤول الطلاق ده فتوى لازم صاحب الطلاق هو اللي يسأل فخلي زوجك اضغطي عليه لغاية ما هو يسأل في مسألة الطلاق يسأل مئة وسبعة عشان نقدر نفتي حضرتك في مسألة الطلاق كلام ده مهم جدا 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 ولازم نلتفت إليه عشان نقدر الكلام قوي اتصل بنا عن تريفون لازم يكون فيه اتصال مباشر عشان نقدر نتحقق من اللي حصل وقت التلافذ بالطلاق واحد يقول لنا طبما طبما أنتو بتحبوا تسهلوا الدنيا كده طبما تقول لها جوزك ما اتطلقش دي كانت عصبية وخلاص زي ما بعض الناس بتعمل والله ده ما يرضى ربنا لأنا لازم أتحقق من المعاني الذي بها لا يقع الطلاق كما أنني لابد أن أتحقق من المعاني الذي يقع بها الطلاق إذا كان الطلاق واقع يعني أنت بتعمل ايه بتبقوا حرصين بتوزنوا ابنيوزن لأن مسألة الطلاق دي أعم مواطن من مواطن الاحتياط في الشريعة لأن الشريعة كانت تحتاط في الاتنين اللي هم سبب الحياة تحتاط في المسألة التي تتعلق بالفروج يعني تتعلق بالعرض وتتعلق بالأسرة وتحتاط في الأشياء التي تتعلق بالدماء اللي هو بالحياة يعني كل ما تتعلق بالحياة الشريعة بتحتاط فيه فلازم نكون مواضحين في التعاون مع مسألة الطلاق بهذا الشكل اللي قلت لحضراتكم السؤال اللي بعد كده بيقول أنا وزوجي انفصان وعايزين نرجع لبعض بس أهله رفضين وهو عامل حساب لأهله وعلى زعالهم أعمل إيه أول حاجة أكلم زوج حضرتك أقول لي زوج حضرتك أني مسألة الحياة الأسرية مش محل بر الوالدين يعني إيه يعني دلوقتي بر الوالدين بيكون فيما يخصهما لا فيما يخصك يعني إنت لو عايز ترجع لزوجتك لو عايز ترجع لطلقتك وإنت شايف إن ده في مصلحة ليك ولأولادك ارجع طب أنا لو رجعت ووالدي والدتي مش موافقين إنت مش كده عق لولدك ووالدتك ليه؟ لإن أنت بتبرهم فيما يخصهما لا فيما يخصك وهم لازم يفهموا ده إيه ده هو بر الوالدين فيه فيه قضية تتعلق بالخصصية طبعا بس أنت من برهم إن أنت بترحش تروح واخد الكلام اللي أنا قلتولك ده وتقول لهم أنت ملكمش دعوة بحياتي ده مش طريقة لأن أنت حتى وإن كنت بتتكلم على حقيقة لازم تتكلم عنها بطريقة حسنة يبقى أنت لما بتخطبهم بتخطبهم بطريقة حسنة طريقة لطيفة طريقة تقول لهم ربنا آزم بإن أنا أخدي كل رأيي في حياتي وأنا كبرت بالقدر الكافي أنا تجوزت وبقى عن دعي الفناء فاسمحوا لي إن أنا أعيش حياتي أنت عارف طبعا أن ده حقك بس أنت بتعمل إيه؟ بتتكلم معهم عشان تطيب خطرهم ففي فرق ما بين عرض الحقيقة والحقيقة فأنت بتعرضهم الحقيقة بما يجعلهم يفهموا المسألة وما يتعاملوش معك طب أنت عتتعامل إزاي دي ستة قوية وستة ووحشة وستة وعملت كذا تقول لهم ما تغيرت ما تغيرت بعد الطلاق اتغيرت وبقت حاجة تانية يعني أنتوا عارفين الطلاق بيهد؟ هو صحيح الطلاق بيهد فعلا تقول لها كده تقول ل والدتك وخاصة الأم هي اللي بتبقى أكثر حرصة وساعات لو إن الزوجة ما حطتش الوالد في المكانته برضو هو كمان بيبقى فتقول لها إيه؟ أنتوا عارفين الطلاق بيهد فهي خلاص فهمت غلطها فهمت غلطها وهي تغيرت جدا 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 وإنتوا تشوفوا بنا عدمة تانية خالص ودي على فكرة وظيفتك أن أنت تصلح ما بين الناس إن إن شاء الله هتكون زوجتك أنا عارف إن الزوجة هي اللي بتسأل بس أنا وجهت الكلام لمين؟ للزوج لإن ما ينفعش بشكل أو بآخر إن الزوجة هي اللي تعمل إيه؟ إن هي اللي تعمل اللي الدور ده لا ده لازم مين؟ لازم مين اللي يقوم بالدور ده؟ لازم الزوجة هو اللي يقوم بالدور ده؟ مش الزوجة لإن الزوجة لو قامت بالدور ده هي مش تتعلم بتقوم به مين اللي عارف مفاتيح أهله أبوه أمه أنت اللي عندك مفاتيح ده وإذاك أنت لازم تهتم بهذا الأمر ولازم تقوم بدورك ولازم تفتح باب من أبواب المصالحة وأبواب جمع القلوب عشان تقدر ترجع هو لازم يثبت أنه حريص على أن الأسرة ترجع تاني وتتبني على المحبة والوقام بأنه هو يروح يقنع أهله بطريقة حسنة أنا وضحت المسألة لحضرتك بس ما ينفعش بأي شكل من الأشكال أن نحن نعمل الكلام ده بأزية لأحد لكننا نعمل الكلام ده بشكل حسن وشكل طيب وما يهمكيش أن أنت تقولي لا أنا لازم أظهر مش مظهر منكسر وما يعودش يقول لهم كلام مش حي أنا أرجع زي ما يقول لا بلاشك الطريقة دي الطريقة دي ما ترضيش الله سبحانه وتعالى ولكن هو لو أصلح بينك وبينهم اقبلي هذا الصلح لأن ده أحسن لقلبي زوجك وأحسن لحياتكم الأسرية كل ما كانت المسائل بتبني على التوافق والرحمة واللطف والرأفة كل ما كان أحسن كل ما كان ده أمتن للبيوت ربنا يجعلكم دايما في صحة ويجعلكم كمان في نور وبركة ويجعلكم كمان إصلاح ذات البين هو شعاركم ويجعلكم كمان باب من أبواب التوافق والسعادة والنور والبركة يا رب العالمين يا سايد احنا النهاردة تكلمنا عن جليس ووضح ان الجليس دوات كلام عنه كتير بس احنا محتاجين فعلا ننتبه إليه احنا في البيت في البيت ايه؟ ركن في البيت احنا في البيت بنحب في البيت احنا في البيت ما عندناش أنا آسف زنب في البيت ما عندناش مؤامرات في البيت ما عندناش مخاوف في البيت احنا في البيت عايزين نبقى أمينين فبلاش نحول البيت دوات إلى مكان فيه أوامر وفيه رعب وفيه خوف خلينا في البيت دوات نحس ان احنا روحنا لوحة السلام ووحة الأمان وده مش هيحصل غير لما نحس ان احنا في البيت أشخاص آخرين احنا نفس نفس الأشخاص بس عندنا أدوات تانية ومهارات تانية وحياة تانية في البيت غير الحياة اللي احنا بنعيشها في الشغل وده على فكرة مش فصام بالعكس ده هو ده عين النظام هو ده عين معرفة ما أقامنا فيه المولى العلام سبحانه وتعالى هو ده أخلاق الكرام إن الواحد يعطي لكل ذي حق حقه يربع عيننا على إن احنا نكون جدين في إن احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقتنا ونحافظ على حياتنا ما نسبش العمل بتاعنا أبدا يضغى علينا ويفسط حياتنا ويخلينا نتحول إلى آلات وإحنا في الحقيقة كائنات حية مليانين بالهبات يا رب أكرمنا وأعيننا على إن احنا نكون في خير حال ونكون دايما في أحسن حال عندما نشعر بأن مددك يجعلنا نستطيع إن احنا نعيش ألف حياة لأن بنعيش بمدد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يا كريم يا رب العالمين أمدنا بمددك في كل وقت وحي وحي اشتركوا في القناة